بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بحضراتكم أسئلتكم الجميلة اللي بتيجي للقناة ليه ما بنعملش تجارب على السيارات من ضمن الأسئلة كان سؤال جميل جدا عايزين نحط زيت طعام في المحرك ونشوف إيه اللي هيحصل في حلقتنا النهاردة حنوري لحضراتكم بعض التجارب ونشوف إيه اللي ممكن يحصل في السيارة وطبعا أسات زيتنا الكرام اللي بيعمله تجارب على السيارات مهم جدا إن احنا ناخد بالنا من نقطة مهمة وخطيرة إن تأثير التجارب أو النتيجة بتاعتها بتستغرق ممكن أعوام يعني لو حطينا مثلا في الراديتير بتاع السيارة مية عادية أو مية من الحنفية إمتى حيبان تأثرها؟ ممكن يظهر بعد ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات تبدأ تظهر المشاكل إذن التجارب تأثرها أو نتيجها ممكن تستغرق سنوات وتحصل مشكلة وتبقى أنت أو أنا كصاحب قناة أنا السبب في التلف أو الخلل اللي حصل للسيارة بتاعت المشاهد اللي شاف التجربة وراح طبقها نروح مع بعض نشوف كل شيء بعد الفاصل وبعد أسئلة حضراتكم الجميلة جدا اللي تيجي للقناة بخصوص عمل تجربة ووضع زيت طعام مكان زيت المحرك النتيجة معروفة مسبقا علميا وعمليا ولكن يلا بينا نشوف الفيديو ده صاحب السيارة بدأ في وضع زيت الطعام في المحرك يعني بدأ زيت المحرك بعد ما فضى زيت المحرك عشان يشوف إيه اللي هيحصل والتجربة هتنتج عنها إيه هل بعد التجربة دي ممكن إحنا نحط زيت طعام مكان زيت المحرك ده اللي حنشوفه مع بعض بدأ يتحرك بالسيارة وبدأ يمشي بيها عشان يشوف إيه اللي هيحصل للسيارة والمحرك السيارة اشتغلت بشكل طبيعي جدا مشي بيها على سرعات متعددة وسرعات مختلفة ما حصلش أي مشكلة في السيارة تعالوا نروح مع بعض نشوف إيه اللي خلى السيارة تمشي مضبوط وإيه المشاكل اللي ممكن تحصل بعد كده يمكن كلنا نغير رأينا ونبدأ نحط زيت الطعام بدل زيت المحرك حيبقى أوفر وأرخص ويلا بينا نشوف إيه اللي هيحصل وعشان العلم يقول كلمته مهم جدا ناخد بالنا من المقارنة العجيبة دي لإني لقيت ناس على اليوتيوب بيدعوا الناس إلى تغيير الزيت وهو فعلا في ورشته بيغير الزيوت الخاصة بالمحرك من زيت محرك إلى زيوت طعام عشان كده لازم نشوف المقارنة دي مهمة جدا الأول زيت المحرك وزيت القلي زيت المحرك زيت مخصص للمحركات مصدره الزيت المعدني اللي هو مصدره النفط وفيه منه الزيت الاصطناعي أو التخليقي بالكامل وفيه الشبه الاصطناعي اللي هو خليط ما بين الزيت المعدني والزيت الاصطناعي عشان يوفر في التكلفة وفي السعر تحمل درجات الحرارة ودي المفاجأة الجميلة جدا زيت السيارات بيتحمل من 230 إلى 260 درجة سليزيس 230 إلى 260 درجة بيحتفظ فيها الزيت بخوصه نيجي لزيت القلي أو زيت الطعام مصدره نباتي أو حيواني أو صناعي له ثلاث مصادر طيب بعد كده تحملوا لدرجات الحرارة ودي المفاجأة الكبيرة جدا اللي خلت السيارة تمشي وما يحصلش فيها أي مشكلة إنه أعلى من 230 درجة مئوية أو 446 درجة في هرينهايت حسيب لحضراتكم المصادر في الرابط أسفل الفيديو اللي عايز يستزيد ويشوف الخواص والمواصفات دي بنفسه حنيجي لوظيفة الزيت في المحرك إيه وظيفة الزيت؟ خفض درجة حرارة المحرك تليين الأجزاء الميكانيكية تجميع الرواسب في الكرتير لما الزيت بيمر في الأجزاء أو في المواصيل الخاصة به بيبقى فيه رواسب نتجة من الاحتكاك برادة حديد نواتج من نواتج الاحتراق لازم يجمع الرواسب دي ويحطها في الكرتير وده المهم جدا عشان كده بعمل الفلتر والرواسب بتتجمع في الكرتير بتاع الزيت نيجي الأهم شيء وهو تنظيف المحرك من الداخل إزاي الرواسب الصغيرة دي والقليلة النتجة من الاحتراق وبرادة الحديد بتبدأ تمشي مع الزيت في المواسير والشعيرات الصغيرة جدا اللي بتزيد جميع أجزاء المحرك إزاي حتتنظف؟ لابد إن أنا أحط كيمويات مخصصة لذلك مع الزيت عشان تبدأ بتنظيفه داخل المحرك وداخل الأنابيب والمواسير الداخلية وحاجة تانية مهمة جدا الزيت بتاع المحرك معالج كيميائيا أي له لزوجة في الصيف ولزوجة في الشتاء لما باجأ أقول عشرة دابليو تلاتين عشرة يعني لزوجته في الشتاء المفروض في الشتاء اللزوجة تبقى أكبر من كده فالزيت ده معالج عشان اللزوجة تقل في فصل الشتاء وتبقى عشرة وفي الصيف تبقى تلاتين ليه؟ عشان تقدر حضرتك تدور المحرك بتاع السيارة والزيت ما يتجمدش داخل المحرك وما تقدرش أن انت تعمل ستارت أو تبدأ في تشغيل المحرك يبقى إذن الزيت بتاع المحرك معالج كيميائيا له لزوجة في الصيف ولزوجة في الشتاء نيجي لوظيفة زيت الطهي مصنوع لأغراض الطهي تحمل درجات الحرارة العالية ودي النقطة المهمة جدا المشتركة بين الزيتين بين زيت المحرك وزيت الألي إضافة النكهات بعض الفيديوهات كان صاحب السيارة بيقول أنه كان بيشم زي ما يكون في ريحة بطاطس خارجة من الشكمان عشان النكهة الخاصة بالطعام المضافة للزيت أضراره على المحرك إيه الأضرار اللي ممكن تحصل وديت اللي احنا بنرفض دائما نعمل التجارب على السيارات الضرر مش هيظهر وقتيا ممكن السيارة تمشي معاك لفترة ولكن إيه اللي هيحصل الزيت غير معالج للزوجة يعني مالوش لزوجة في الصيف ولا لزوجة في الشتاء فحتفاجأ لما تيجي تدور السيارة في الشتاء لو كان الجو برد أن الزيت متجمد وصعب أن المحرك يدور معاك بسهولة لا يوجد بزيت الطعام كيمويات خاصة بالتنظيف كل الرواسب الناتجة من الاحتراق وبرادة الحديد حتلتسق بمجاري المحرك والشعيرات الدقيقة الخاصة بالتزييد أو بالزيت وتعمل لي مشكلة كبيرة جدا وبعدها يتلف المحرك الميزة الجميلة اللي في زيت الطعام إنه بيتحمل درجات الحرارة العالية فممكن أستفيد منه بكل سهولة لو حصل لقدر الله مشكلة في السيارة أو تسريب للزيت وأنا في منطقة سكنية ما فيهاش محل سيارات أو محل لبيع زيوت السيارات أو ورشة متخصصة من السهل إن أنا أستخدم زيت الطعام أحطوا مكان زيت المحرك أو زيت المكينة وامشي بيه لحد ما أرجع وغيره بأمان ودي تبقى ميزة جميلة جدا استفدناها من زيت الطعام في الأزمات ويا رب حضراتكوا تكونوا استفدتم وشكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة